المسألة لا تتعلق بكرة القدم ولا تتعلق بجمال بالماضي هذا بجمال بالماضي ونحن نحاوسه على جلبه يكون هناك تغيير ليس غير فقط في كرة القدم نحاوسه إذا كانوا حابين تنهضوا بالبلاد البلاد هذه تنهض بالثقافة تنهض بالتربية تنهض بالأخلاق تنهض بالأسرة تنهض بالإعلام تنهض بالدعوة أراها كل القطاعات تخدم مع بعضها ونخرجوا زبدة المجتمع هذوق هو من ينهضوا بكل القطاعات وهذا لن يتم بدون حوار لن يتم بدون مشروع الناس اللي رأي نظرك هما حاصرينها في جمال بالماضي يجيبوا مدرب واحد أخر وهنا اليوم نديروا لها التاريخ هاهو نسجلوه باش يبقى شاهده لنا هاهو نكتبوا التاريخ اليوم رأي ثلاثة سبعة وشهرين في فري هاهو تاريخ يبقى شاهد بيناتنا يروح بالماضي ويجي غيره ويروح تبون ويجي غيره ويروح شنقريحة ويجي غيره هاهو كلامهم سجل والله العظيم لو ما يكونش فيه مشروع ويكون فيه توافق وطني والناس تخدم من أجل باش تنهض بالبلاد بعيدا عن الحسابات الضيقة بعيدا عن تصفية الحسابات بعيدا عن المقالب بعيدا عن الدسائس والمؤامرات والله هي البلاد ما تعرف الربح رأيها شي اللي حاميها ربما غير الدماء انت عشوا هذا والدعاء انت الناس الصالحين وإلا هذا الناس رأيها يوميا رأيها تخطط يوميا رأيها تعمل علاج البشية تخلق فوضى هني قلت هالكم فيه مداخلات سابقة يا صاحبي انسيتوا ولا انسيتوا قضية الأكسجان انسيتوا قضية تعالمية انسيتوا قضية تحرق الغابات انسيتوا القضايا الأخرى ولا مؤامرة بعد خدها انسيتوا قضية تأجمل بن سماعين هذه ذركرة هالدخلة في هذا الإطار